النهاردة كان فيه اكتر من مشاركة لفرق مصرية في كرة اليد والسلة بالبطولة العربية والافريقية وكان فيه تفوق واضح للفرق المصرية هقول لكم شوية حاجات كده النادي الاهلي النهاردة في كرة اليد فياز على التراجي التونسي بنتيجة 28-21 في اخر مباراة دور المجموعات بالبطولة الافريقية المقامة حاليا في تونس كده الاهلي تصدر مجموعته يلعب فيه الدور الربع النهائي مع فريق ريدستار الابوالي نادي الزمالك بقى من ناحية تانية للأسف خسر أمام فريق الافريقية التونسي بنتيجة 33-31 وفقد صدارة مجموعته لكنه تأهل له ربع النهائي وهيلعب تالت المجموعة الثانية في ربع النهائي أما في كرة السلة بالبطولة العربية لكرة السلة فالنادي الاهلي افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض وكبير على فريق الميناء اليمني بنتيجة 132 مقابل كام 53 في المباراة اللي أقيمت ضمن مجموعة الثانية في هذه البطولة أما نادي الاتحاد السكنداري في حق أيضا فوز كبير على أهلي حلب السوري بنتيجة 99-52 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات المجموعة الأولى دي نتائج الفرق العربية ترجمة نانسي قنقر